رجعت من قطر رجعت من قطر كنت قاعد في البيت لقيت البواب بيقول لي فيه واحد عايزك تحت مين يا عم أم معرفش نزلت وعز فلوس لقيت الله رحمه لقيت الله رحمه كابتن عزمي جاهد عزمي الله يرحمه يا حسنين جاهب العربات 28 بتاعت وكده واخت بالك وحاجة كبيرة طلع منها وانا معرفوش اساس قال لان فلان الفلاني كابتن حماد أمام عايزي قابلك فقلت له لقال لي عايزك تلعب فعايزك تيجي بكرة النادي وكده قلت له لقى بص الزمالك يعني معلش عزرني أنا مش هدخل للنادي بس ممكن احترما لكابتن حماده وكابتن حماده كان حبيبي يعني اروح له بره النادي يعني فقال لي طيب خلاص تعالى عشان بتحسبش عليك مكتب حسن ابو الفتوح في سور الناد الزمالك وكابتن حماده معايا روحت وقابلته قال لي طبعا انت لعيب كويس وحنا عايزيناك تبقى يعني معانا كانوا لسه مغلوبين الزمالك مغلوبة خمسة من كتوكو وكان حتة الليبرو دي صعبة اه 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 كان ابراهيم يسو ببطل كان ابراهيم بلعب في قطر وكان ركبته بايزة فالمهم روحت قال لي تيجي النادي وتدخل دلوقتي المهانس حاسة ابو الفتوح وحديك شيك بخمسين ألف جنيه طبعا خمسين ألف جنيه سبعة وثمانين دي كانت حاجة جندة جدا يعني تجيب لك متسكن اه بالزبط كده ورغفين فينو المهم روحت قلت له كابتن يعني معلش اعذرني بس سبني افكر شوي نعم رجعت عالبيت قعدت برضو أربع خمسة ايام انا برضو مش في دماغي قوي يعني جالي الكابتن عزمي تاني وقالي الكابتن قصام بهيج اللي ارحمه عايزي قابلك برضو قلت له برا النادي مش عايزي خش النادي قابلته في محل بتاع اللي هو اللي جانب النادي زمالك بتاع اه اه رستورة بتاع ايوا بالزبط قلت الفتة اللي هناك؟ لا ما خلتش حاجة ده انا هو عالواقف لانه كنت عايزي يعني مش انا عرفت التجاه انت كنت واخد قرارك انك خلاص مش عالش تروحك ابس احتراما للناس دي ناس ما قدرك لازم اروح طبعا طبعا فقال لي انت انا انت العيب كويس وانا عايزك في الفرق وفضل مكانين مكان جون انا جبت حسين السيد والمكان التاني ده انت ان شاء الله اه طوله معليش برضو سبني افكر مشيت كانوا جابين حسين السيد من اسكو تالي من اسكو اه كان طبعا اه كنت انا بقى بعد طبعا انا برضو يعني طنشت وما بقيتش يعني اتكلموا مش حاطف دماغي واحنا في اه والحتة دي حلوة دي برضو كابت مصطفى قوي ان انا كنت بروح النادي انت عارف انا عضو طبعا مش هسيب النادي يعني كنت بروح لعب مفرقة الشمس اللي هو محمود حلمي والدكتور حسن مصطفى دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي والاتحاد المصر كرة اليد ايوا اللي عمل تفرى في كرة اليد على مستوى العالم شخصية جميلة وشخصية عظيمة يعني ان شاء الله يبقى موجود حلقة معنا لو لينا عمري يا رب ان شاء الله ان شاء الله فقال لي تعالى لي بكرة في الشركة بتاعتي تاني يوم خدت بعضي وروحت قال لي بص انت لعب كويس وخسارة وانا مش عارف النادي عمل ازاي تمشي وانا مكسر الدنيا بقى معهم في الشمس وبيكسبوا على طوط اه دكتور حسن حاجة جميلة جميلة يعني اوي المهم فقال لي انا تحب تلعب في المانيا قلت له طبعا يعني احب طبعا اترددتش انا راح تصل بالتليفون بتصل بيمين بقى مدرب اللي هو اسمه اوتور هاجل اه طبعا شيخ المدربين في المانيا وكان بيدرب بريمن اللي واخديني الدوري ايو قال له عندي كذا 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 فقال له بعتهولي حسن اه يقعد شهر عندي ليته كويس هخليه معايا عملت فترة تعايش بقى اه اقل شوية انا هواديه نادي بمعرفته هناك في المانيا قعدت يا كابتو مصطفى انا بقى ما كانش فيه احتراف وقتها بقى انا معقوله هلعب في المانيا انا معقوله اروح طلعت التذكارة وبقيت اقجل الاسبوع ده طب خليها الاسبوع الجاي طب خليها الاسبوع الجاي الاسناء دي كلموني بقى المقولين العرب كان اخر ماتش في الدور الاولاني ضد النادي الاهلي طب تعال او عايز كامو وكده قلت له مش عايز فلوس خالص بس عايز السغنة تبقى في جيبي علعب بقيت الدوري والكاس وخلاص ما روحتش المانيا ما روحتش المانيا تغاو فقر اه غاو فقر فعلا دي كانت ممكن الله العالم يعني نقطة التحول كبيرة طبعا طبعا وانت راح معرفة حد مش راح كده يعني مش واخد شنطة رحلة سعيدة وراع واخد ذلك ادي الفريق المقولين اهو من اولاني مين الاولاني عصام مرعي عصام مرعي وبعدين انا وبعدين زيزو احمد رمضان احمد سعيد مصطفى محمد السايدة محمد السايد سالة على البدلة بقى لا ما ده مسلمها وانتسلوا ما تجيش بها الموليد ودي الفرقة تانية برضو هاي اه بكلهم برضو في خلد عسمت وفي حسن ومصامر جمال سالم وارهو محمد يونق وناصر محمد الله ارحمه ايوا يعني العيبة طبعا ده كاس مصر سنة تسعين اخدتوا كاس مصر معايهم اده علاء نبيله هو كمان علاء نبيل وحمد عمر وعلي شهاتة وعلي علي شهاتة جميل عاده اه طبعا بس يقول له مستغنة تبقى في جيبلا ان انا حطت حط في دماغي أن أنا لأ أنا راجع للأهل السنة اللي بعدها أنا كل دماغي في الأهل بصراحة يعني حط في دماغي أنت عارف في الفترة دي كابت مصطفى كان الأجهزة بتتغير كل سنة فأنا حطت في دماغي أن الواوا اللي كانت موجودة دي هتمشي ما مشيتش أنت اللي مشيت